بسم الله الرحمن الرحيم يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غياثي في رغبتي أن تستاتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيل عترتي فاغفر لي خطيتي اللهم إني أسألك خشوع الإيمان قبل خشوع الذل في النار يا واحد يا أحد يا فرد يا أصمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو وناحد يا من يعطي من ساله تحن منه ورحمه ويبتدئ بالخير من لم يساله تفضلا منه وكرمه بكرمك الدائم صل على محمد وأهل بيته وهب لي رحمتان واسعتان جامعتان أبلغ بها خير الدنيا والآخرة اللهم إني أستغفرك لما طبت إليك منه ثم أعدت فيه وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك اللهم صل على محمد وآل محمد واعف عن ظلمه وجرمه بحلمك وجودك يا كريم يا من لا يخيب سائله ولا ينفد نائله يا من على فلا شيء فوقه ودنا فلا شيء دونه صل على محمد وآل محمد وارحمني وارحمني يا فالق البحر لموسى الليلة ليلة الليلة الساعة 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 اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا رب هذا مقام العائد بك من النار هذا مقام المستجير بك من النار هذا مقام المستغيث بك من النار هذا مقام الهارب إليك من النار هذا مقام من يبوه بخطيته ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربه هذا مقام البائس الفقير هذا مقام الخائف المستجير هذا مقام المحزون المكروب هذا مقام المهموم المغموم هذا مقام الغريب الغريق هذا مقام المستوحش الفرق هذا مقام من لا يجد لذنبه غافرا غيرك ولا لضعفه مقويا إلا أنت ولا لهمه مفرجا سواك يا الله يا كريم لا تحرق وجهي بالنار يا الله يا كريم لا تحرق وجهي بالنار بعد سجودي لك وتعفيري بغير من مني عليك بل لك الحمد والمن والتفضل علي إرحام أي ربي أي ربي أي ربي أي ربي ضعفي وقلة حيلتي ورقة جلدي وتبدد أوصالي وتناثر لحمي وجسمي ووحدتي ووحشتي في قبري وجزعي من صغير البلاء أسألك يا ربي قرة العين والاغتباط يوم الحسرة والندام بيض وجهي يا ربي يوم تشود الوجوه آمني من الفزع الأكبر أسألك البشرى يوم تقلب القلوب والأبصار والبشرى عند فراق الدنيا الحمد لله الذي أرجوه عونا لي في حياتي وأعده ذخرا ليوم فاقتي الحمد لله الذي أدعوه ولا أدعوه غيره ولو دعوت غيره لخيب دعائي والحمد لله الذي أرجوه ولا أرجوه غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي الحمد لله المنعم المحسن المجمل المفضل ذي الجلال والإكرام ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة وقاضي كل حاجة اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني اليقين وحسن الظني بك وأثبت رجائك في قلبي واختع رجائي عن من سواك حتى لا أرجو غيرك ولا أثق إلا بك يا لطيفا لما يشاء الطفل في جميع أحوالي بما تحب وترضى يا رب إني ضعيف على النار فلا تعذبني بالنار يا رب إني ضعيف على النار فلا تعذبني بالنار يا رب ارحم دعاي وتضرعي وخوفي وذلي ومسكنتي وتعويذي وتلويذي يا رب إني ضعيف عن طلب الدنيا وأنت وأسع كريم أسألك يا رب بقوتك على ذلك وقدرتك عليه وغناك عنه وحاجتي إليه أن ترزقني في عامي هذا وشهري هذا ويومي هذا وساعتي هذه رزقا تغنيني به عن تكلف ما في أيدي الناس من رزقك الحلال الطيب أي ربي منك أطلب وإليك أرغب وإياك أرجو وأنت أهل ذلك لا أرجو غيرك ولا أثق إلا بك يا أرحم الراحمين أي ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وعافني يا سامع كل صوت ويا أجامع كل فوت ويا أبار النفوس بعد الموت يا من لا تغشاه الظلمات ولا تشتبه عليه الأسوات ولا يشغله شيء عن شيء أعطي محمدا صلى الله عليه وآله أفضل ما سألك وأفضل ما سئلت له وأفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة وهب لي العافية حتى أتهنئني المعيشة واختم لي بخير حتى لا أتضرني الذنوب اللهم ارضني بما قسمت لي حتى لا أسأل أحدا شيء اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لي خزائنا رحمتك وارحمني رحمة لا تعذبني بعدها أبدا في الدنيا والآقرة وارزقني من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا تفقرني إلى أحد بعده سواك تزيدني بذلك شكرا وإليك فاقة وفقرا وبك عما سواك غنا وتعففا يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا مليك يا مقتدر صل على محمد وآل محمد وكفني المهمة كله واقضي لي بالحسنة وبارك لي في جميع أموري واقضي لي جميع حوائدي اللهم يسر لي ما أخاف تعسيره فإن تيسير ما أخاف تعسيره وعليك سهل يسير وسهل لي ما أخاف حزونته ونفس عني ما أخاف ضيقه وكف عني ما أخاف غمه واصرف عني ما أخاف بليته يا أرحم الراحمين اللهم املأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا لك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إن لك علي حقوقا فتصدق بها علي وللناس قبل إتبعاءة فتحملها عني وقد أوجبت لكل ضيف قرى وأنا أضيفك فاجعل قراءة الليلة الجنة يا وهاب الجنة يا وهاب المغفرة لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين يا أرحم موسيقى موسيقى